اجتمع الشيوخ وعواقل وممثل أحزاب محافظة شمال سيناء بمبنى المحافظة حيث تم تأكيد في هذا الاجتماع على أهمية المشاركة السياسية لأهالي شمال سيناء في الاستحقاق الانتخابي القادم ودعى الحضور الأهالي للمشاركة بأصواتهم في صناديق الاقتراع واختيار المرشح الأنسب لهم للمرحلة الحالية النزول المشاركة ده واجب قومي على الكل السبب لأنه اللي مش ينزل يشارك دايبا هو مش عايز يحافظ على جيشه وعلى وطنه وعلى استقرار بلده وعلى الأمن والأمان اللي احنا حصلنا عليه الفترة اللي فاتت بدم شهداء مدنيين وقوات مسلحة وشرطة يعني احنا دم ولدنا على كل شبر من أرض سيناء فاحنا كفاية يعني احنا لازم كله يشارك ان شاء الله هنا وفي جمهورية مصر كلها ان شاء الله وعملنا مبادرات كثيرة طرق أبواب ومنتكلم على أن احنا لازم أهل سيناء بالذات اللي عانوا من الإرهاب وعانوا من كل حاجة صعبة في حياته في الفترة السابقة وحاليا يعيشوا بأمن وأمان لازم هم ينزلوا لازم يشاركوا احنا لازم نصل برسالة للعالم الداخلي والخارجي بأن يكون هناك مشاركة إيجابية تفوق نسبة الخمسين في المية لاستدلال بأن هذه الانتخابات نزيهة وشفافة بإشراف قضاء كامل وبصفتي الحزبية وبصفتي المجتمعية والقبلية سنكون من أرض سيناء مشاركين بكل قوة عامين خط التوعية مش من دلوقتي من شهر 9، 19، 11 عامين توعية للسيدات لما لها من تأثير على أسرة كلها المرأة طبعا استشعرت القيادات السياسية كلها أن المرأة تأثير قوي مش على نفسها بس لكن عليها وعلى أسرتها، على أبنائها، على زوجها فالمجلس القومي بيعمل حاجة اسمها طرق أواب بينزل يقبط على جميع السيدات في محافظة شامل سيناء كفارع مجلس قوم المرأة بشامل سيناء بيوعيهم على المشاركة السياسية فقط بنقول للسيدات أن ده مش واجب فقط لبلدك لكن هو طبعا حق من حقوقك أن أنت لازم تقولي صوتك، لازم تعبري عن رأيك